اشتركوا في القناة اضافة العنف وتقديس الموت والدعوة الى الكراهية والفرز المجتمعي وبثت وسائل اعلام تابعة للميليشيا يوم الاثنين الماضي عرضا عسكريا للمغرر بهم في المعسكرات الصيفية والزمت كل المشاركين في العرض على تأدية ما تسميه بقسم الولاء كشفت مصادر صحفية عن تفش مخيف لداء السل الرأوي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحفيين بصنعاء دون ان تقوم الميليشيا باي دور لحماية المختطفين والاسرى من هذا الوباء وكد الصحفي اكرم الوليدي المحرر مؤخرا من سجون الميليشيا تفشي الوباء بين الاسرى والمختطفين في سجن الامن المركزي وقال انه شهد اثناء فترة اختطافه في هذا المعتقل وفاة العشرات بسبب الاهمال الطبي قضت محكمة حوفية باستيطرة على شركة قاطن للتجارة والصناعة ومصادرة الات ومعدات للشركة وحولتها الى هيئة حوفية قرار الميليشيا الارهابية نصطى ايضا على منع عدد من ملاك الشركات المنهوبة من ممارسة الانشطة التجارية الى الابد والسجن لفترات بمدد تتراوح بين سبع سنوات وسنتين بعد رفضهم دفع جبايات باهظة للميليشيا واصلت العملات الاجنبية ارتفاعها امام الريال اليمني خلال تداولات اليوم الاربعاء في اسواق الصرف وقال مصرفيون اليمن شباب ان الدولار الامريكي ارتفع اليوم الى 1360 ريالا للشراء و1379 ريالا للبيع كما ارتفع سعر الريال السعودي الى 360 ريالا للشراء و363 ريالا للبيع رياضيا يواجه المنتخب الوطني الولمبي نظيره العماني عند التاسع ونصف من مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد ضمن بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب العماني الذي تغلب على نظيره اللبناني بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية فيما سيلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية والاخيرة في دور المجموعات امام نظيره اللبناني مساء الجمعة ختم هذا الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة